صحيح كابتن وشارك تكلم ولكن نشوفه اليوم طريقة لعب اتحاد العاصمة يعني عرف كيش يتعامل مع النهائي يعني هذا نهائي أنا نضم طريقة لعبه وعرفه كيفاش يسير المباراة وعندهم عدة لعبين في المستوى يعني يعني سير الفريشر فيزيك تاع اللعابين كانت في المستوى المطلوب يسير الفلون تاكتيك الاتحاد اليوم فاز تاكتيكيا وبدنيا اليوم الاتحاد عرف كيش يعني شاف المباراة عدة مرات لعبوه افاك يون ديفونس افاونسي اترونت ماديو غارديان دبيوت ملحقوش عدة كورات للحارس مرمى شفنا المدافعين وسط ميدان في المستوى ولا مرة غلطوا في وسط ميدان ولا مرة غلطوا في البوكس تاع الاتحاد العاصمة أنا نظن اليوم خطة تاع الاتحاد العاصمة هي الإجابة بالنتيجة إيجابية سير الفلون تاكتيك اليوم الاتحاد فاز تاكتيكيا على الفريق الخصف ولنقول للكلام كابتن الكعدات تاع الاتحاد العاصمة عندهم شبان أنا يعني فيها شوية خبرة وشوية لاجوناس دونك هذي ساعدة المدرب يعني عندما شوف يكذب عليك عندما يكونوا عندك ديفودات شوية يسروا لك المشاكل في طبيعة الحال اليوم نشوفو سيد جوان جون عندهم لعابين اللي لعبوه في المنتخب كيما شفنا اليوم محيوس في المستوى المطلوب شفنا عودة شيتا في المستوى المطلوب شوفنا لاعب ممتاز وممتاز جدا هو اللعب بوسليو اللي كان ديما يرجع عشاك فوا وين لابت جوبالان يعاود يرجع شفنا محيوس نفس الشي كلهم يهاجبوا يدافعوا الخطة اللي طبقوها ترنتمات ديوغاردين بيوت تاع الاتحاد العاصمة عطت بي نتيجة إيجابية أنا نظن الفضل اللي يرجع الكبير للمدرب أول شيء واللعابين اللي كانوا من ضابطين تاكتيكيا في هذه المباراة شفنا في نصف النهائي مع ميموزا أنا نظن مع ميموزا هي عطت لنا لمحة باش شوف اتحاد فاز سو البلون تاكتيك مع ميموزا واسميدان في المستوى يكتب عليه كابتن عندما يكون عندك دفاع ممتاز ما يسجلش عليك أهداف واسميدان اليوم شفنا نفس الشيء لدوزين بالان وهو كان لعب ممتاز ونحييه بهذه المناسبة ما بين كان أحسن واسميدان في الجزائر وإفريقيا سيدوما جونا با بروفيته كيف يقوله ما يعني ضيعنا لعابين هذا المستوى ما تلقاش نفورمي كيمانا نضع هل يولي مدرب ونساعد إن شاء الله يستفاد على كل حال نحييوها بهذه المناسبة نعود نرجع لكلماتش كابتن اتحاد اليوم نقول سيوالبلان تاكتيك ويوالبلان فيزيك كنو في المستوى ما خافوش